الرئيس المدير العام لمجمع سونتراك بالنيابة سعيد سحنون ممنوع من التصريح حول ملف الغاز السخري كما أن إطارات سونتراك هم أيضا ممنوعين من الحديث عن الملف هو القرار الذي اتخذته الحكومة بعد تأزم الاحتجاجات بمنطقة عين صالح بالجنوب وازدياد التناقضات وسط تصريحات إطارات المجمع الجزائري والذين يبدو أنهم هم أصلا غير متفقين على رأي واحد حول المشروع المعني الوحيد بالتصريح حول الملف هو وزير الطاقة يوسف يوسفي وكذا الوزير الأول عبد الملك سلال كما أن المشروع يجب أن يخرج عن السياسيين ويبقى حكرا على الخبراء فهم الوحيدون الذين يلمون بالموضوع الذي أثار الكثير من الجدل في وقت أصرت مصادر من قطاع الطاقة لقناة البلاد أن هذا القرار جاء لحماية مصلحة إطارات سونتراك الذين يبدو أنهم أصبحوا ضحية جدل سياسي بدل جدل علمي وحتى لا يتم تحميلهم أي مسؤولية يأتي ذلك في وقت بشرة الحكومة التحضير لإنشاء المرصد الوطني للغاز السخري والذي قررت بشأنه استدعاء المعارضة لتكون لها كلمة في الملف إلى جانب أحزاب السلطة فالمعارضة ستجلب خبراءها وأحزاب السلطة كذلك قبل أن يتم اتخاذ القرار وقد تستمر عملية التفكير والتشاور لسنوات على غرار بولونيا التي أمضت ثلاث سنوات وهي تدرس الملف هذا وقالت مصادرنا أن الخبير الطاقوي عبد الرحمن مبتول مرشح لأن يكون ضمن لجنة الخبراء إلى جانب أخصائيين آخرين